بالنسبة للمخطوط الكريم بالحفظ والصون بس أنا حطه بمكان تاني اللي حرص عليه بس إذا هذا الشي بيوصل للنقطع بينيك وبين هاشم من عيون التنتين بس بدك تعطيني وقت لبكرة إيه أكيد خد وقتك خد راحتك أنا ماليمستاج لأبدا في موضوع تاني بدي أحكي معيك أي تفضل تعرف المحلة اللي مرينا فيها خلفت كوارس رملت نسوان ويتمت أطفال يعني إذا بتمشي من هون على البساتين لجوة يعني عدد الأولاد مؤليل أبدا وده كتللي يا شيخنا معنى شفتهم بعيوني عميرو والشوارع الله أعلم كيف كبروا وبصرجوا تعلموا أنا من زمان كان عندي حلم وطالبت فيه أكتر من مرة حتى على التلفزيون بس ما حدا تجاوب معنا دار للأيتام لرعاية هدول الأطفال اللي مالنزم بأي شيء أبدا فقلت تجربتنا كانت ناجحة بالمعونات فمعناها بنقدر نعمل هذا الشيء نحن لحالنا ليش لننتظر جهة أو وزارة نحن بنساوي هذا الشيء وبنقدر طبعا أكيد بس يعني أنت مالك شايف أن الموضوع بيكلف أكيد بس إذا عملنا حملة تبرعات قوية بهمة بشير والشباب يعني بنقدر نعمل تكاليف المشروع على مراحل وأنا تواصلت مع أكتر من شخص بصراحة وعدوني خير كتير فقلت كمان يعني بيحكي معك ومع زوجك باعتباركم عم تشغلوا بالعقارات وقال الله عطيكم وطامركم بفضلوا فليش ما بتساعدونا طبعا أكيد أكيد أنا معك بارك الله فيك خلينا ياك يا عرب يبارك فيك فضل شكرا